طيب الناس بتدافع عن العقيدة وبتدافع إلى درجة الموت واللي أنت بتحكيه بتحكي رسالة حياة وبتحكي رسالة اختبار وتعاملات إلهية وكلها تعاملات شخصية بينك وبين الرأس الله يتعامل معنا مش كجروب علاقة الله بنا علاقة شخصية بس تاني الله جنتي جدا مش هيمد يده للعلاقة دي زي ما يجي تنين يسلمه على بعض مد يدك هو يمد هو يده ممدودة بس مد يدك انت كمان عشان اليدين تطلاقة إذا عندك أي حيرة إذا عندك أي سؤال بمنتغل بساطة ارفعوا الشكل السماء واسأله طيب أنا أقول حاجة مش متفقين في الإسلام وفي المسيحية إن هو إبراهيم وإسحاء ويعقوب ويعقوب حلوة ويرفع رأسك للسماء وقوله يا إله إبراهيم وإسحاء ويعقوب لا تسميه يسوع ولا تسميه عشان خطر ما تقولش هي حاجة أقوله بس يا إله إبراهيم كلنا متعارفين على إبراهيم وإسحاء ويعقوب تعامل معي يا رب اعلن ليه عن زيتك يا رب لو في سؤال مثلا محير رده على السؤال الله بسيط جدا بس إبليس فاهم إن بساطة الله دي لو هو صعبها وكالكعها يقدر يبعد الناس عنها من كتر ما الله بسيط الناس ما تصدقش إنه بسيط يعني مثلا لو فتحنا محل كبير قوي مثلا كده وقلنا كل البضاعة المتاحة في هذا المحل ببلاش فيه ناس مش هتقدر تخوش عشان مش هتصدق مش هتصدق أنا عن نفسي مش هخش أنا واحدة من الناس مش هخش لو أرثي إنه فيه مثلا محل بتاع بيبولز اللي بيبيع ده هبدا عرض كل حاجة ببلاش مش هاخد المشوار وروح وضيع وقتي يا مش هصدق وهو ده اللي عمله ده هو ده اللي عمله الرب تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أرحكو روح ياللي خربان وروح ياللي مدمن ويروح ياللي متغلبة عليك شهوة معينة ويروح ياللي معكش فلوس واللي مش لقي تأكل عيال بس الناس مش فهمة إنها بالبساطة دي